اه بتشتم براحتك يعني. براحت بقى. لكن شايف انه اه. زمانك انا مش مستمتع به. لكن حنشوف فرويكا عندنا ماتش مهم يوم الحد ان شاء الله. والماتش ده اه الامن وافق على خمس تلاف واحد. وانا اتكلم سيد وزيري الشماء بوليادة نخليهم عشر تلاف. انا جاء بالتوبسات العضاء. احنا بنبدأ بالعضاء العاملين في النادي. وفي نفس الوقت اللي الفرق الراضية في النادي. تمام? عشان اعبتها الالترس وبالترس. والتوبسات ان شاء الله. وهاتروصل لاستاد السلام. بس انا كان لي اي طلب اه ورجاء من. اه. السيد امين العام. محمد فريد حجازة امين العام وزارة الدفاع. من فضل حضرتك الاهلي بيلعب في استاد اه السلام وكل الان هاد يلعب في استاد السلام وانا دلوقتي اه بترس بورد قلبوه عشان يعملوه Avuc. بيصلحوه. فانا بتمنى ان انا لعب في استاد الدفاع الجوي. لان مش ممكن استاد السلام. الفريق اللي جاي اه هيلعب النادي الاهلي هبيتضرب فيه. وعده النادي الاهلي هتضرب فيه. وعده نلعب يوم السبت فيه. والفريق بتاع نيجيريا بتاعي جاي تضرب فيه. وانا هتضرب فيه. وثم هنلعب فيه. طبعا ده طاقة فوق طاقة هزا هزا الاستاد لوه السلام. فانا بتمنى السيد الامين العام سادة لوه محمد فريق حجازي انه يوافق ان احنا نلعب فيه استاد دفاع الجوي. طيب بس من الواضح مستقبلا انت شايف انه الزمالك عاوز مدرب اجنبي. مستقبلا انا بكلمش يعني ان انت عندك مطشة يعني بس انت شايف انه الزمالك يحتاج الى مدرب اجنبي. محمد حلمي الوقت بقى عام زي الدولار. ينزل الدولار هنجيب اجنبي. يطلع الدولار يبقى محمد حلمي. يعني المصير محمد حلمي متوقف على. انا قطوله كان ده النهاردة. على الدولار. حتى القامل سجل كده. اه. قطوله محمد انتهي. هو انه هيبقى نفسه بقى الدولار يرتفع. اعمال محمد حلمي. النهاردة مجددل له الساقة فيه. بس انا مزعلني ان لما العلامي يجيب قبل مطشة الولمبي. وينزل خبر كاذب. اقالت محمد حلمي. كان مطشة كاسة. لو انا مكان محمد حلمي مش اعرفت بقى ايه. وهو خبر كاذب. ما انا حسين الماء يعني مش حسين الماء يعني خلاص بقى التركيزي كاميرا ايبقى في الله ان انا اتشلت. تمام? ثم بقى المطش كل مطش اللوية محمد حلمي كل مطش. قبل المطش قولك ايه? اقالت محمد حلمي. يا جماعة محمد حلمي عارف اللي اداء عنده من بعض العباء السيئة. هو عارف. اه. وان اخطوك الكلام ده لان دي مسئوليتي. ومحمد اعترف بالكلام ده. احنا هنبدأ صفحة جديدة من مطش بتاع نيجيريا ان شاء الله بتاع ايوم الحد ان شاء الله. اتمنى ربنا وفق المصري. عندنا المصري. وعندنا اسموحة بيلعبه في كونتفادر. ربنا وفقه فريق مصريين. والنادي الاهلي عنده اه فريق هيلعبه ده فريق جنوب افريق. جنوب فريق جامعة هذي العبي السبت. ربنا وفقه. لانه في سكته. لكن لو بيجي الاهلي بقى العبني اقول لا ربنا وفق الزمالك. وخبالك. لكن هو بيمثل مصر في مجموعة تانية مختلفة. ان شاء الله لو كسب الزمالك والكسب الاهلي. هبتدي دوري المجموعات. اتمنى ما يبوش في نفس ايه? المجموعة مع بعض. بحيس بالنهائي زمالك والي اهلي زمالك. طيب. هل صحيح ما 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 نشر النهاردة من انك بلغت اللاعبة بالفعل. بالمؤشر اللي انت بتقوله ده احتمالات الانسحاب او امكانية الانسحاب. ما هو هذا الكازم اللي بنزل الكلام ده مشو اخد باله ان انا في فيديو. ما هلوقتي بقيت ماشي بالفيديو. المالك. اه. يعني ما هلوقتي اهو بروح للحلاء اجيب الفيديو. ايه وهو بيحلق لي. خلاص. اه. ما اعمل ايه? ما هو كزب بقى فيه كزب جامد. يا راجل انا مساعة ما دخلت غيرت ما خرجت متصور. فيديو الكلام اللي انا قلته نزل. على موقع النادي. لكن اللي كداب مصمم يجزب. اه. انك بتبلغ اللاعبين يعني. يعني انا ما قول اللاعبة انتم اقوى من حكام. تمام? وانا بسك فيكم. ايه علاقة ده ان انا وتقوم خلاص احنا ماشيين? ازاي يعني? افل الجماعة الامية قالت لعا كمل. يبقى انا احبطت لعبتي. الفيديو موجود على فكرة عندك. اه. اه. انا موجود هنا. كلام فارب وكلام كزب. هذا هو الاعلام الفاسد الفاجر. تمام? يعني انا كمان بقول لك انا انا اللي بك انا. انا معانيش انا معانيش اخوات سبيلان قصر. معانيش توقم. انا واحد. انا ولد وعنى ست منات. انا هو. اجتمعت مع اللاعبة جنبي مع حلمي. جنبي عيمن. جنبي احمد مرتضة. جنبي اسماعيل. اللاعبة قدامي في القاع احمد مرتضة بصراحة. هو اعمال مصر ما تتحملش توقم اتنين ايه. بالزبط رفع عليه. توقم ازاي. اه لا اولاتي افسد. في ناس يقول لي ايه. حضراكو استاذ مرتضة قول له انا اخد توام. روح معي. بس ممكن يكون ايه. عايز اخبطك خبطة ولا بتاعي يكون اه بكاركو. لو انا اخد توام. قول لي طب ماشي. طيب حتى بعض اللاعبة زي السل اللي اللي انت